أحوال التقس من قناة النهار أهلا بكم مشاهدين أيضا تتوقع مصالح الأرصاد الجوبيان تشهد مجمل المناطق الشمالية للوطن قدوم إزدراب جوبي تمثل في تساقط أمطار عادية محليا معتبرة تروج على أغلب المرتفعات التي يتراوح لها بـ 700 إلى 800 متر وكذلك تراجع جد محسوس في درجات الحرارة إلى غاية يوم الأثنين بحولنا نبدأ نشطنا الجوبيان بصورة القمر الأسناعي والتي توضح لنا تشكل صحب كتيفة تقريبا على أغلب ولايات الوطن بالنسبة لحركة الرياح ستكون دائما قوية على المناطق الجنوبية مرفوقة بتطاير زوابع رملية أحوال التقس خلال صباحة يوم الغد درجة ستكون ممطرة تتعدى كمية الأمطار حوالي 40 مم محليا على أغلب المناطق الشمالية للوطن كذلك التلوج خلال الصباحة ستخوص المرتفعات الشرقية التي يفوق علوها الألف و المئة متر بالنسبة للمناطق الجنوبية اللجوة ستكون مشمسة إلى قليلة الصحب بثتنا ولاية بشار وكذلك تندوف رح نسجل إن شاء الله تساقط أمطار متفرقة درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال الصباحة يوم الجمعة إذن تل درجات بحول الله بالنسبة لكل من باتنا كذلك نعمل بيد ومشرية ما قيسة بين 8 إلى 9 درجات على الصواحل الوطنية 8 درجات رح نسجل إن شاء الله بمعسكر وتلمسان 5 درجات على قلمة والطارف 15 درجة على إليزي جانات وعينة مناس 22 درجة بعنقزام وبرجباجي مختار 17 درجة على أدرار تيمياوين ورقان في حدوث 13 درجة على كونمي بشار واتندوف و14 درجة على غرداية زلفانة ولمنيعة بالنسبة لأحوال الطقس المتوقعة إن شاء الله خلال الظاهرة الأجوة دائما تبقى منطرة أمطار ستكون معتبرة تتعدى دائما 40 مليمتر محليا تساقط التلوج خلال الظاهرة سيخص المرتفعات التي يفوق علوها الألف والمئة متر لكن خلال الليل ستتراوح ما بين 700 إلى 800 متر بحول الله المناطق الجنوبية دائما استمرار هبوب الرياح القوية مع تشكل دائما خلايا رعدية منعزلة مرفوقة بتساقط أنطار على بشار نحو شمال السحراء أما درجات الحرارة القص والمسجلة خلال الظاهرة ستعرف انخفاض محسوس على أغلب المناطق الشمالية للوطن سبع درجات فقط كأن مقنياس بالنسبة لباتنا خنشلوات بسا 8 درجات على قسنطينة وسطيف 15 درجة للتيزي وزو البويرة بالنسبة لكل من العمل بيد مشرية عند دفلة الجلفة والتيارة 11 درجة 17 درجة للجزائر العاصمة 18 درجة فقط بالنسبة لكل من عنابة جيجل واسكيكدة 30 درجة على إليزي جونات عين عميناس 38 درجة على مقنياس بعين قزام وبرجفاجي مختار 33 درجة على أدرار تيمياوين وارقان 22 درجة على عين الصفرة وبشار 27 درجة على تيندوف و23 درجة بالنسبة للوادي غرداية زلفانة ولمنيعة حالة البحر سيكون مضطرب على أغلب السواحل الوطني رياح ستتراوح من بين 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة مع رؤية متوسطة عنو الموجة إن شاء الله سيتراوح من بين المتر إلى المترين وهذا على طول الشريط الساحلي وقبل ما نختم شرطنا لانهار اليوم نتوجه بكم إلى ولا اتزي بوزو إذن الأجواء ستكون ممطرة خلال الأيام المقبلة مع درجة حرارة دنيا مع صباح تتراوح ما بين 5 إلى 6 درجة والقصوى ما بين 10 إلى 14 درجة سرعة تريح فيها مع نحشة تعدى 30 كيلومتر في الساعة والرطوبة في حدود 40% في الأخير نختم ونشرتنا الجوبية بوراقات المعلومات الفلكية لتخص شروق وغروب الشمس للجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن إذن كانت هذه توقعات حول الطقس المرتقبة خلال صباحة وظاهرة يوم الجمعة بحول الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة يمهن الله ترجمة نانسي قنقر